بعد ذاك الوصية التالتة الدعوة إلى الله الكلام ده تتنقلوا للناس قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية في دعاة فشلة ربنا ابتلاهم بالفشل لأنهم بيستحيبوا الفشل يقول لك أنا زكوني عندي 13 تزكية وما شغل دعوة وإذا أنت استغلت ما بيصوم خشمه وترزع يقعد يلحقك يشيل شمطة دي زي خرطاية الداية يجري وراك دار يسبتك أنت ما تشتغل دعوة لا لابد تشتغل دعوة لابد تزكية من عالم أو تكون عالم رباني طيب بلدنا ذي ما في عالم رباني فيما نعلم والله أعلم وما عندنا تزكية من عالم أهل نشتغل ولا نقيف أهلنا واقعين في الشرك نعمل شنو يعني ودعاة الصوبية ودعاة الشرك شغالين نحليهم ما تبقى داعي يا فاشل النبي عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية وربنا قال ما تقول لي تزكية ولا ما تزكية ربنا قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين انتهى الموضوع ده تاني والله ينجاب أعلم عالم قال ما تشتغل دعوة الله قال فاصدع بما تؤمر انتهى الموضوع ده وفزو الأعلم من الله ربنا قال قل أأنتم أعلموا أم الله يا أخي فزو الأعلم من ربنا طيب لكن تبلغ ما تعلم ولا تتكلم فيما لا تعلم وإذا سئلت عما لا تعلم فقل الله أعلم وصية الخامسة تصبر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أجيزوا ألبسلك سبيل الأنبياء ده لابد يبتلى السبيل ده ما مفروش بل ورود والرياحين الطريق ده مفروش ها بالمشاكل والفتن بجميع أنواعها يتهموك في عرضك يقولوا عنك كذاب مجنون وهابي خامسي مشدد أي حاجة بقولها فيك يضربوك يقتلوك يطبحوك عديل كده يدخلوك السجن تصبر فاصبر كما صبره أولو العزمي من الرسل ولا تستعجل لهم وشنزول ما يخاف تقعدين تصبر على أشهادوني صح؟ تحانت شهادة تقرأ لحد الصباح بعد ده تجيب ستين خلاص؟ بتصبر ولا كيف؟ بتصبر على الكلام ده يا جماعة فأصبر في الدين أصبر في كيميا وفيزيا وشخبة أصبر في دين الله ده يا جماعة الوصية السادسة قبل الأخيرة لابد من تقديم الدعوة دي في بيوتكم أول حاجة قبل برا ربنا قال وأنذر عشيرتك الأقربين لتنذر أم القرى ومن حوله لا بد تشتغل في أهلك لكن في تنبيه الدعوة في الوالدين وفي أخوانك بالذات اللي بيكونوا أكبر سواء كانوا أخوان والأخوات المين في الناس الأكبر منك سنا في البيت دائرة صبر أكتر من برا لأنه عندهم استصغار ما أختك الكبير دي كان شهلاك وبلت فيها ولبستك وحمتك فإنت لما تجرى وكلمت وغتلا دا كده وما تدعو كده في راسهم في الغالب إلا من رحم الله أنت وتبتين بتين قمت صح لا ما صح نحن ربيناك الكلام دا كله في راسهم يلا الدعوة في الآهل بتحتاج له صبر طويل إذا برا بتحتاج درجة ألف في البيت درجة مليون تصبر وتتحين الفرص وتحترمهم وبقدر ما تبروا والدينك وتحترم الأكبر منك بقدر ما بعدين بيسمعوا كلامك وبيقبلوا دعوتك لكن لو أنت ذو المغفل وبتعق والدينك وبتنبز أخوانك الأكبر منك والأصغر منك وداخل صاري وخارج صاري وترتغير بيئتك في بيت ما حجك حجبوك ما حجك ما هيقبلوا دعوتك في إمتى الحيطة دي ولا ما في إمتى لابد لابد